استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ألنهيان رئيس الدولة حفظه الله وفد مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني وفريق مهارات الإمارات الفائزين بتسع ميداليات تميز وميدالية ذهبية خلال مشاركتهم في الدورة السادسة والأربعين من المسابقة العالمية للمهارات وهنأ السمو خلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر فريق مهارات الإمارات بإنجازهم وتميزهم العلمية مؤكدا أهمية دور المركز في تمكين الشباب من أدوات المستقبل بما يلبي تطلعاتهم وطموحاتهم لمواكبة متغيرات العصر في ظل التطور التكنولوجي المتسارع والتحولات الاقتصادية الكبيرة وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ألنهيان نهج الإمارات في دعم الكفاءات والمواهب وصقلها والارتقاء بها إضافة إلى إذكاء روح الابتكار والتنافس بين الشباب في المجالات العلمية والتقنية